هذا وقد قام المركز معرضاً لوثيقة رزنابة الزبارة والبحرين تضمن نسخاً معروضة على لوحات مصورة عن الوثيقة الأصلية للمخطوط التي تسلمها جلالة الملك المفدى إهداءاً من قبل السيد عبد الناصر الصديقي حيث ورثها عن جده المغفور له القاضي الشيخ يوسف بن أحمد الصديقي والتي كانت من مقتنيات مكتبته العلمية رحمه الله طبعاً هذا المعرض يمثل تاريخ البحرين حيث يعرض رزنامة قديمة جداً ولها تراث ويعود تعود إلى تقريباً 140 سنة سابقة وطبعاً العلامة الزواوي كتب هذه الرزنامة للبحرين والزبارة مما يدل على أن البحرين والزبارة كانت وحدة سياسية متكاملة لا تنفكان فهما كدولة واحدة وطبعاً هذا المعرض يشمل على الرزنامة التي سوف تناقش في الندوة لهذا اليوم والرزنامة كما قلت تعود من أو يعني صار لها تقريباً 140 سنة وهي عبارة عن عشرة أوراق تقريباً وقد كتب هذه الرزنامة يعني تلميذه الشيخ محمود بن عبد الرحمن طبعاً الرزنامة تحتوي على مواعيد بدء الليل والنهار وأيضاً مواقيت الصلاة دخول وقت الصلاة دخول وقت جميع الصلاوات للبحرين والزبارة طبعاً هذه الرزنامة تؤكد اهتمام الدولة الخليفية في وقت الشيخ محمد بن خليفة تؤكد أهمية الاهتمام بأهل العلم والعلماء اشتركوا في القناة